حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف من الامور تكون بينكم جديدة عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفائل فقط بدك تتمحل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هذه كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حاليا حاليا عم تمر بالتستنج اريا او بفترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى التمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشي مثل هيك بدك تنتبه من اي اغراءات او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لانه بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع صارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني انت ماسكهم ومش مستعد تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر بما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه انظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصليا هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول ليستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن في بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم اراؤه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انضلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية ممكن بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على الطاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزاء هوائي بتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بي عنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه بيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل فهالكرتبي يشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانيرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من الوش فوفيلمنت انت انت اوبتميستيك عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك تسن كارد الطاقة تسن كارد تشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدية يحتاج طاقة كتير سعر منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن في المستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل الو ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب او صار فيه بينكم بلوك او صار فيه بينكم عائق كبير مش عارف انت تحله هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك في المستقبل عم شوفه عنده امبيثي عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد و بده العدالة ممكن هالشخص بده اعتذار منك ايضا لانه عندك 5 فهالشخص متمسك برأيه و مش رح يتنازل ام شوفه هون ما بده يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ظلمتو عاطفيا فهو بيحس انه بده نوع من الاعتذار او بده عم يركز كتير على التفاصيل اللي صغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا او هل انت في طريقك الهالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الامور بدنا نشوف اول اشي طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص همشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك سلو داون بكروت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمحل قبل ما تاخد قرار فانت بالفعل بدك تتمحل لتاخد قرار لانه عندك فور اف سوردز هون فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بيها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشيا حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين انه انت بدك تبريك من الوضع بدنا نشوف الحديب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك ام شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن ام شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو اياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي او بدو الاشي تكون منصفة يعني العلاقة بدو ياها تكون جدية بينكم عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن انت تكون برجو قوس محوط او حواليك اشخاص كتير اصدقاء كتير وهالشخص عم يحس انه فيه منافسة بينه وبين الاشخاص الاخرى عشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم لانه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير فيه بداية جديدة بيصير فيه بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي او سريع بالحكي او ما بتفكر كتير او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير فيه بينكم حكي بالفترة القادمة الى انه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس انه انضلم معك او هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانه مبين انه فيه اوراق مختلفة بينكم اوراقك اصغر من اوراقه فهالشخص ايضا عنده تخوف من انه يقوم باي خطوة او يصير فيه بينكم اي تواصل لانه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو فيه عندكم عدم تفاهم ام شوف فيه عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج الى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن اشيه انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او تحسس منها الطرف الاخر وعم شوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكي بدل يعبر اكتر فعم شوف انه بالمستقبل افضل اشي الطاقة المشتركة بينكم افضل اشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل انه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث او الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لانه الكونفلكت بينكم او النزاع بينكم او الامور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث او من ناحية الحكي اموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فافضل حل بالمستقبل اذا صار بينك وبين هالشخص لقاء او حديث لانه مبين انه انت بدك معه بداية جديدة وهو ايضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع او بكونفلكت فهو خايف انه يتخذ قراره فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص اوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومن شكرا 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 شكرا